نشوف كريم أحمد في برج العرب بيطمنا على الفريق كريم أحمد جاهز جاهزة برجاوي كريم أحمد أهلا بيك مستمرين لنا معكم كل مشاهدي وجمهور النادي الآلي في كل مكان هنا من استاد برج العرب حيث تدريب الأخير لفريق النادي الآلي قبل المواجهة المرتقبة إن شاء الله الأهلي والترجة التونسي لأكيد في البداية نتمنى كل التوفيق للنادي الآلي يكون معنا التوفيق غدا يكون التوفيق أيضا كمان مع الجاهزة الفن في اخترار التشكيلة الأمثل اللي بإذن الله تاخدنا لكأس العالم الأندية والحصول على البطولة الأفريقية كابتا محمد يوسف المدرب العام طبعا وقام بعمل مدير الكورا إن شاء الله بإذن الله ثقاتنا الكبيرة في لعبتنا في الجهز الفني في مجلس الإدارة إن شاء الله بإذن الله تنعكس بشكل كبير جدا في المباراة الأولى بأكد 180 دقيقة بتشوف 90 دقيقة الأولى إزاي وبتشوف أجواء المعسكر إزاي كابتا محمد يوسف الحمد لله إحنا الأجواء عندنا مسادية الحمد لله ويمكن بعض ما يكتب إن فيه مصابين أو حاجة لقاء الحمد لله يمكن هشام بس هو اللي هيبقى مش هيلحق يعني ولكن إن شاء الله في المباراة هناك العودة يبقى موجود إنما بقيت الفريق كله الحمد لله على كامل استعداد عايز أقول إن إحنا زي ما أنت قلت إحنا عندنا 180 دقيقة 90 دقيقة في ملعبنا في وسط جمهورنا إن شاء الله نستثمرهم ونستغلوهم بشكل أمثل لعبتنا على المسئولية وعلى قدر كبير جدا من يعني عايز أقولك الحماس والروح وعندهم إصرار إن شاء الله أنهم يحققون نتيجة كويسة في المباراة الأولى لكن أنا برضو بأكد تاني وبوعد تاني الجماهير المباراة 180 دقيقة 90 دقيقة في ملعبك مهمين جدا أنت ما تتلققاش أهداف مهم جدا أنت تبقى مأمن قوي أنت قدر تجيب إن شاء الله في أي وقت لكن ما يجيش فينا حاجة إن شاء الله المباراة العودة هيبقى لها السيناريو التاني مختلف طبقا للنتيجة بتاعت المباراة أولى أكيد هتلقي بالتأثير بتاعها على المتنين مدربين سو كان السابرسيس كاترون أو مدرب التراجي في كيفية التفكير في المباراة الأخرى أو المباراة التانية يمكن مصندت كابتن محمود الخطيب الدائمة والمعتادة مع فريق النادي الأهلي وكمان في الموقف الصعبة كابتن يوسف بتنعكس على ما أعتقد على العيبة وعليكو كجاز فني حضوروا معاكو إزاي وهل كان فيك كلمات واجهة للعبين أو للجاز الفني كابتن يوسف؟ والله أنا بشكره بشكره لأن طبعا كابتن خطيب متحمل على نفسه كلنا عارفين الألام بمر بيها لفترة أخيرة وإنما يعني عنده إصرار وتصميم على أن هو يتواجد مع الفريق كمان بيدعم بشكل أي حاجة عايزينها أو كده ما بيتأخرش على الفريق وطبعا مجلس إدارة كله لجنة الكورة بالكامل كلها بالدعم الفريق وورا الفريق ودي عدت الأهلي يعني دي حاجة مش جديدة دي عدت الأهلي ودائما مسؤولينا اللي بيوفر المناخ المناسب للفريق ويأدي احنا مستنين جمهورنا دي نقطة كبيرة جدا أحب أوجيها من خلال قناة الأهلي أن جمهور الأهلي بكرا إن شاء الله يبقى مالي للأستاذ من أول مرة من فترة طويلة أن الجمهور يبقى بالعدد ده إن شاء الله ودي إن شاء الله فالخير أنا بقول دايما جمهورنا دي نادي الأهلي هو العامل الأساسي في الفوز ببطولة النادي الأهلي من أول 1907 لغاية النهاردة فبنتمنى إن شاء الله أن احنا نفرحهم بكرا ونروحهم منصورين ومبسوطين إن شاء الله نقطة أهمة جدا وهي تقنية الفريق كابتن يوسف يمكن هتكون في المبارات الزهاب ومبارات الإياب إن شاء الله بتشوف التقنية دي ومدى أهميتها ومدى استفادتها معنا في المبارات الزهاب النهاردة حصل اجتماع يعني جي أحد الحكام القدامة في الاتعادل أفريقي وعمل لقاء مع لعابين اجتماع مع لعابين شرح لهم لأن مش كل حالة هيتم اللجوء لتقنية الفار في حالات معينة شرحها اللعبة وفي النهاية عايز أقولك على حاجة احنا بنركز مع نفسنا بس بنركز في أداءنا بس مركز في حكام دي حاجة هتساعد الحكام إنه يحاول يصل للمثالية أو يصل يبقى فيه فير بلاي لأبعد مدى ممكن لكن هتبقى بأخطاء زي المدرب ما بيخطاء وزي الملاعب ما بيخطاء وزي كل واحد والحكام برضو بيخطاء فعايز أقول إنه احنا مش هنلتفت لها مش مركزين معها لكن عرفنا إيه هي حسياتها وإيه النقاط اللي هيتم اللجوء للفار فيها لكن في النهاية احنا مركزين في الملعب ومركزين في شغلنا وإن شاء الله نبقى موفقين إن شاء الله